بما أنه المسيح حي هزم الموت اللي كل إنسان رعب وبخاف صح هزم القبر هزم الشيطان وعندما هزم الموت والشيطان أعطانا الرجاء فالقيامة أصبحت موضوع كرازة المؤمنين وإنت بتتكلم عن بعض النقاط أنا فتحت يعني على كورنتس الأولى أسحاح 15 نعم وبرص الرسول يتكلم يقول أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبتا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب ويتكلم عن ظهرات المسيح ولكن اللي عاوز النقاط اللي ذكرتها في آية 14 وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمهم إن كان الموت لا يقمون بعدين بكمل وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطياكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا وهذه الآية اللي عاوز أوصلها في آية 19 إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس مع أنه كل شيء متميز في شخصية المسيح حتى إذا كان لنا رجاء في كل أمور الحياة بدون القيامة فإننا أشقى جميع الناس كلام صعب وكلام مخيف وكلام رهيب لكن قيامة المسيح هي قيامة الحياة والرجاء الذي أعطانا إياه الله له كل المجد أنا أريد هون أستيس نيزار أن أوجه للمشاهد رسالة إن كنت أخي بدون رجاء ولا تؤمن بالقيامة فأنا أقول لك الآن هل أنت مسرور؟ ربما أنت غني ربما أنت من الأشخاص الذين وصلوا إلى مراتب العلم الرفيعة ربما أنت من أصحاب المناصب الرفيعة لكن ماذا ينفع كل هذا؟ أنا أقول لك أين أباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين أسلافنا؟ أين الأباطرة؟ أين الفلاسفة؟ أين جهابزة الفكر؟ أين قواد العالم؟ من ستلين لنابليون لزاداداشت للفلاسفة أفلاطون سوكرات كانت أوبير أين إني؟ سفر أيوب حددت أيامه وعينت أجله فالغني قال يا نفسي كلي وشبي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة في تلك الليلة قال له صوت الإله صوت العدل الإلهي يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون أخي ستحمل إلى مثواك الأخير أنا لا أريد أن أخوفك حاشا أنا أريد أن أضع أمامك حقائق لابد أن تواجهها فأنت عندما تختبر خلاص المسيح أنت تواجه القيامة هاللويا وتختبر هذه القيامة في حياتك وتنتقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة هنيئا لك إن كنت تطلب الآن وأنت تشاهد هذه الحلقة الكتابية أن يكون لك رجاء في شخص ربنا ومخلصنا وحبيبا قلوبنا ربنا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر